السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو راح نأخذ درس سرياضيات للصف الأول. المرة الماضي وصلنا عن درس جيوماتريك الجسم لير بشكل لير. يعني الأشكال والأجسام الهندسي. المطلوب مننا بهذا الدرس أنه نحفظ شغلتين كلمتين. كوشي ويوز. اليوز طبعا إلى أكثر من معنى. نعرف عن إحنا بمعنى تجي بمعنى يوز. تجي بمعنى يوز يعني مية. تمام? بس اليوز هلا قد يتمر معنا. هي بمعنى وجه. بمعنى وجه. تمام? يعني خلينا نقول هيك مسلا. شان تفهموا. وجه. إذن هي بمعنى وجه. والكوشي بمعنى زاوي. زاوي. اي اي اه اي خطين اذا هيك التقوا مع بعضهم هيك. فالشيء اللي بيصير بيناتهم هو زاوي ما نقول لنه احنا هيك. هاد هون زاوي. تمام? سواء كانوا هيك او هيك او هيك. اذا اي شيء اسمه زاوي هون. بين اه ضلعين. نحن نقول بعربة بين ضلعين. يعني انتم بدي يمر معكم اسمه كنار. بين كنارين. اسمه زاوي. فشوفوا هلا قد مسلا الشكل هادة في زاوي هون. في زاوي. اقرب لكم ايام شان تعرفوها. اذا هاد هون في زاوي ليقوا هاي. هادة خط. وهادة خط. بيناتهم هون في زاوي. هاي الزاوي من قلة كوشي. تمام? هشوفها لقون. هادة خط. وهادة خطة تحت. هون بيناتهم في زاوي كوشي. اذا مطلوب مننا انه نفهم كلمتين هدوه. في عنا اشكال الى اه زوايا كشي. اه وفي عنا اشكال ما الى زوايا. ما بتسوي زوايا. مثل هاي ما لا زاوي. هاي ما لا زاوي. هاي ما الى زاوي. تمام? ان شاء الله تعال لكم المفهومين. بشكل عام هلق بدرس بداية تعرف تعرف على الاشكال الهندسي. اه شوفوا هون. عم يقول لي وصل بين كل اه واحدة من هدول مع الشيء المناسبون هدول. هني مصطي البراد. البراد مصطينه مع هاد. هاد نحنا بدي مور معنا بعدين. اسمه كاري بيريزما. كاري بيريزما. آآ هاد من قل له كوب. شو من قل له كوب. منوصل عند هاد. هون. من قل له كوب. هاد مثل وممطوط هيك مط. متل نحنا منقول متل الخيمي. شو من قل له هاد? من قل اختباد جان بيريزما. اختباد جان بيريزما. بدي مور معنا بعدين شو هاد الكاري او شو هاد الكاري بيريزما? شو هاد الا اختباد شو هاد الا اختباد جان بيريزما بالدرس الجاي ان شاء الله تعالى بعد تقدير طقاي ممورو. وهون عنده وهي منقول له السيلندير. هي منقول له السيلندير. انا هاي منوصلَها عندتي توام Basically سنين دي. هون عن نقل لي وصل كل واحدة من هدول الشغلات مع لون كل واحدة من هدول الشغلات اه باللون خلينا نقول العلبي الموجودة تحت يعني هلأ هاي العلبي لونه احمر. اي من هدول الشغلات بتدحرجوا بتدحرجوا يعني اذا زتت هيك بتمشي بتروح. اي من هدول الشغلات بتدحرجوا من لونهم بالاحمر. طيب انو جبنا لون الاحمر. اي من هدول انشاءالات هو عامل لي اول وحدي موصلة تمام بنلون هي بالاحمر هيك بشكل حلو مرتب ما نطلع بر الخط انا هلأ باستعانو ان شاء ما اطول الفيديو عليكم اه عملونهم كيف ما كان اه هون عندي كمان هذا الطبل الطبل كمان انا ممكن اني ادى حرجوه صح? اذا كمان بلونه بالاحمر وبوصله لتحد بلونه بالاحمر هيك شوي شوي عمهله ما بطلع بر الخط بلونه مزبوط وبوصله لتحد هون ما هي اذا تستيتها بتوقف ما بتدى حرج هاي كمان ما ما بتدى حرج هاي بتدى حرج البطارية هاي البيل بتدى حرج اذا هاي كمان بدلونه بالاحمر هاي كمان الطبي تدى حرج كمان بدلونه بالاحمر بعد ما لونتن بوصلن لهون بوصلن لهون هاي لهون وهاي لهون وهاي لهون وهاي لهون شو ضل عندي ضل عندي هاي هاي إلى كشه طالح لها إلى كشه يقول كشه و ى ديز عزالة نسلات نسلة شغلات يعني الشغلات اللى إلى زوايا و أوجوه طالح هاي يقول الزوايا و إلى أوجوه تمام هذا وجه من ورا هون وجه ومن تحت وجه وإلو زوايا شوفوا شون إلو زوايا هاي زاوي و هاي زاوي وهي زاوي وهي زاوي إذن هدون ملونهم بالأزرق هون نفس الشي نفس الأمر تماما إذن كمان هاي إلى أوجه وإلى زوايا إذن الزاوي كوشي والوجه يوز الزاوي كوشي والوجه يوز والأغضل نحفظ كمان كلمة كنار 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 حرف حرف أو خط ضلع إذن هاد كنار هاد كنار هاد هيك كنار هاد كنار هاد كنار 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 تمام إذن هاد اسمه كنار إذن هدون لونهم بالأزرق هدون ما بتده حرجوا إذن منوصلون لهون منوصلون لهون تمام منروح اللي بعده هون عم يقول لي نحن بنحسن نعمل عملنا بهالشغلات هاي هالشكل هاد مثل القطار أنت شو بتاع حسين تعمل بهالشغلات هاي ممكن أنتو إذا بدكن ترسموا نفس الشيء ونفس الألوان وبتقصوهن مثلا من ورقة ممكن وتطبقوهن أنتو على كيفكن تعملوا شغلية تانية ما بدهش هاي هون عمل نفس الشيء بدنا نوصل كل واحد على الشيء اللي بيناسبه هلأ خلني موصلين لهاي العلبي هاي موصلينه على الدائرة لأن الدائرة ليكو هي من فوق هيك دائرة إذا حطينا دائرة فوق دائرة فوق دائرة فوق دائرة بتصير عندي هذا الشكل وهاي موصلينه على الدائرة حلو أنا ما بدي أقول لكم عسمها هادو مش ها ما تخربطو الدرس الجاي راح نعرف هاتشو اسمو هاتشو اسمو هاتشو اسمو هاتشو اسمو طيب هون هذا من وين جاي جاي من المربع من هاد جاي من هاد إذا منوصل له هاد هاي جاي من هاد لأنه إذا حطينا مربع فوق مربع فوق مربع فوق مربع هيك فوق مربع بطلع عندي هذا الشكل اللي هو الكب هون لو أمد وصلها هاي مثل هاي هاي مثل هاي بنوصلها لهون وهاي مثل هاي بنوصلها لهون بها الطريقة هاي يعني درس بسيط هذا بس تعارف أول شيء تعرف على الأشكال الهندسية بشكل عام ما في كل شيء تعقيد إن شاء الله تعالى يكون الدرس كان مفهم عليكم والدرس الجاني إن شاء الله بناخد بالتفاصيل أكتر شو هذا المربع شو هذا المستطيل شو هاي الدائرة شو نوعين الدائرة إلى آخره إن شاء الله تعالى رب يحميكم ويفقكم والسلام عليكم ورحمة الله